اهو زي ما انتو شايفين كده ست معا التربية الايجابية وام تانية ضد يعني في واحدة امام مختار وواحدة يحيا فالتنين في خناقة شغالة ما بين العقاب وعدم العقاب خلاص احنا كلمنا في ده بس احنا حبينا نقول للناس ان مش انتي لوحدك يعني فيه اللي معا وفيه اللي ضد يعني الحياة كلها اختلافات قراء مفيش واحد ماشي اي مين اوي وفيش واحد ماشي شبال اوي بص يا يحيا الناس الناس بدأت تكره المصطلحات الكبيرة يعني مجرد ما نيجي اقول لهم ايه تعالوا اكلمكوا على التربية الايجابية ايه بقى يا ابني لو حد قعد معايا في القاعد لو انا مثلا جبت مجموعة ستات في النادي مثلا او في الكوافر وطولهم تعالوا اكلمكوا على التربية الايجابية الشيخ ها بقى قعديني على جنب بقى جو ببرامج ده بقى لكن لما اجي اقول لها ايه انتي عارفة لو عملتي حركة واحدة اخلي ابنك ده يسمع كلامك وتلاقيه بالسم كده في البيت هتقول ليه ازاي انتي عارفة ان بنتك انتي مش عارفة تتعاملي معا طب انا بقى عرفت حت الطريقة تخليكي بنتك يعني في ايديكي صاحبتك يبتدوا يسمعوني كده لكن ما يحبوش المصطلحات تربية ايجابية زي الطبخة كده يعني ان انا بعمل طبخة حلوة طريقتها ايه الطريقة مش انتي بكلام تتكلمي صاحبتك ايه سعاد عامل ايه ده انتي المرة اللي فاتت الماكرونة امر قولي لي بقى الطريقة احنا النهاردة بنغششكوا الطريقة تربي ولادك ازاي كويس يسمعوا كلامك ازاي ولا ايه يا يحيان بحاول ألف أهلهم بكل طرق هي المصطلحات اللي احنا بقينا نحط عنوين عليها وهي بتحسسنا ان احنا بنعمل حاجة مختلفة على فكرة احنا ممكن ناخد من اهلينا طرق عجبتنا او طرق جابت نتيجة في حياتنا وممكن تقولي عليها ان هي الطريقة النهاردة ايجابية يعني ايه ايجابي يعني ايجابي حاجة جابت نتيجة جابت نتيجة حلوة اه البرفكت اه يعني اي حاجة في الدنيا على فكرة ده حاجة ايجابية جدا اللي انت عملت اوكي هي دي التربية مش ان انا مفهوم التربية الايجابية ان انا ابقى سايب الدنيا وبقى بحسها ماجستير كده في نفسها دكتورات كلمة له. أنا لازم أدرس تاني ولا إيه؟ هي الفكرة بس إن إحنا إحنا محتاجين حضرتك الموبايل بتاعك بيعمل update. إحنا محتاجين نعمل update لمعلوماتنا. محتاجين نعمل update عشان نعرف نتعام مع أولادنا. لأن الجيل ده لو ما عملتيش update وابتدتي تتعاملي زي ما بابا كان بيعملك أو زي ما ماما كان بيعملك فيه فرق سرعات. وكأنك مسكة تليفون أبو زراير والنهارده ما حد معاه آيفون أو حد معاه براند مسكة. ما مش هتقف تتعمل معه؟ مش هنعرف يعني هبعث لك سورة إزاي مسكة. عارفة عارفة؟ ده أبسط مثل. فهي الفكرة إن أولادنا النهارده أنت حضرتك محتاجة تتعاملي معاهم بالجيل ده بلغته. ها أنت بتسمع أغاني بنتك اللي بتسمعه ولا ما بسمعيشه؟ لا ما بفهمش من أهاي. حل؟ إحنا النهارده محتاجين نواكب ده عشان نقف نتعام معاهم عشان يعرف يقتنق على فكرة. يبقى إحنا لازم نتعلم من أول وجديد. هو إحنا إمتى بنعرف نرتاح في النقاش لما بنلاقي العقلية اللي قدامي شبهي في الكلام. طب لو ما لقيتهاش كده. بقفل. فبتقولك ابني كاتوم هو مش كاتوم هو مش عارف يبقى فيه لغة حوار بينكم. إخلقوا لغة حوار بيننا وبين أولادنا واحد. الجو بتاع العقاب هو بيفهمك خلاص عرف أخرك إيه. هتزعائي يلا ها بس هعمل لأنا عايزه. آآ. ابنك طول الوقت عمال بيدرسك وبينتك طول الوقت عمالها بتدرسك. آآ. فبتدي غيري أسليبك. آآ. ابتدي عملي رول يمشي عكل. أفاجئهم. أفاجئهم بالأسليب الجديدة اللي هو أنا مامي جديدة على فكرة. أنا عاملالهم جهاز مخابرات جواه البيد. يعني. من الحاجات المهمة مثلا يعني أن أنت هل أنت بتحملي الولادة المسئولية ولا لأ. هل أنا لحد النهاردة برواء له سريره؟ هل أنا لنهاردة مدلعاه؟ هل متحمل المسئولية؟ ما تجيش النهاردة. لما كبر. كمل في ده. لما كبر. لما كبر ابتديت حزبه. هو أنت بتاع. أنت ساعدتين هو يعمل ده؟ لا. بس. مش منظم يعني بتجي لي حد بي. يا أستاذ يحياء ابني مش منظم. أنت علمتي ولا أنت مش منظم ليه؟ لا ما علمتهوش. وهو أنا لما يكون عندي حد بيساعدني في البيت وبيشايل الولاد. لو خصوصا الأمهات بتشتغل بيبقى لازم في واحدة في البيت. طبعا. هو دع قبل إي يا ربي أن أنا خد. لا. لا بصي. بتفعلها نص مرتبي. بصي. وشايلة فلوس يعني بضحي بمقبلغ كبير من مرتبي عشان يبقى فيه بنت بتساعد في البيت. وأن الولاد يبقى في حد بيساعدهم بيساعدهم بيحلهم أكل بيأكلهم بيرواء. هو مين قال النهاردة؟ عصي بيجي اللوم على الأم دايما. ما أنا هقولك هوتاي؟ ما إحنا بدنا علمهو؟ ماشي. بداية بنت حضرتك بتعرف تطبق سريرها وترواءة أول ما تقوم النوم؟ يعني متأخر بقى قوي. ما كبرت. أنت عملتها وأنت عندك كم سنة؟ لا عملتها وأنا صغيرة. كنت في ابتداقي مسلا. لما طلعت بقيت إيه؟ لا بقيت ست الشطر. بس أنا مش قادرة أعمل ده برضو. على فكرة أبتكلم بلسان الأمهات اللي زي كده. لأ دورنا النهاردة دورنا نعمل وقفة كده. بما بعد البرنامج ده. كله يرجع بقى لبيت. كله يرجع لبيت. على فكرة. أنا متعاطف جدا مع الجيل الجديد. ليه؟ لأنه ما لقاش حد يوريله المفاهيم الحقيقية في الحياة. يعني معلش. إحنا النهاردة أنا أو أنت أو غيرنا على فكرة. يعني إحنا وقعنا في الحتة دي. لا خليهم شوية. طب أنا أقوم أحملها. طب مش مشكلة. طب شل مطرح الطبق الكباية بتاعته. مش مشكلة أنا أشل. مش مشكلة مع مش مشكلة مع مش مشكلة. تطحية. فتدى يبقى تكالي. ابتدى يبقى اعتمادي علي. طب أنا مش موجودة.